عقدت اللجنة التنظيمية للمنافذ والنقاط الحدودية في الشارقة اجتماعها الدورية التاسع للعام 2022 بمقر الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري في مدينة خرفكان وناقش الاجتماع الذي ترأسه محمد إبراهيم الرئيسي مدير شؤون المنافذ والنقاط الحدودية رئيس اللجنة التنظيمية للمنافذ والنقاط الحدودية بإمارة الشارقة نقش تحديث وتوحيد آليات ومنهجيات العمل وتطوير البنية التحتية في المنافذ الحدودية وزيادة معدلات طاقتها الاستيعابية إلى جانب رفع كفاءة الأداء للموارد البشرية بالتدريب التخصصي وتوظيف أحدث التقنيات العالمية والمعدات المختصة وتبسيط الإجراءات بما يتلأم مع آخر المستجدات كما تم الاطلاع على منهجية إضافة عناصر تعزز جودة الخدمات والآليات التنفيذية وتشغيلية في المنافذ والنقاط الحدودية بالشارقة والتقى رئيسه وأعضاء اللجنة في مقر الأكاديمية بالدكتور هاشم بن سرحان الزعابي مدير الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري بالشارقة بحضور يوسف عقوب المنصوري مدير مكتب رئيس مجلس الأمناء بالأكاديمية وتجول رئيسه وأعضاء اللجنة في مرافق الأكاديمية مشيدين بالدعم اللامحدود والرعاية الكريمة من قبل صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة لهذا الصرح الأكاديمي الذي يمثل منارة علمية متخصصة ترفض القطاع البحري بأفضل الكفاءات والكوادر المهيئة والمدربة ترجمة نانسي قنقر